بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخواني وأخواتي حياكم الله جميعا تركي رجال أبدوي وعايش في مكان القرية أو المكان يعني قرية هي ما هي على أياما تقريبا بل الواحد وثمانين اثنين وثمانين حصلت قصتنا فالقرية هاي قاعد بيها تركي وتركي متزوج عنده زوجته وعنده أربع بنات معاه وعنده ابن اسمه علي وينادونه علاوي علاوي ابن تركي تقريبا عمره ممن حصلت هاي السالفة كان عمره حوالي 13 سنة تقريبا تركي كان يشتغل على منطقة حدودية وبطبيعة الحال يشتغل بالتهريب يشتغل بالتهريب تهريب مثلا غنام أو أي شيء لازم أو لازم للتهريب يشتغل به تركي صارت مع مشكلة مع واحدة من الدوريات تبعات الأمن تركي يقول أنه يعني هو من عائلة فقيرة ما يشتغل في الحال يعني وحكم عمله صار مطلوب أو ملاحق للأمن هرب مرة مرتين ثلاثة بعدين في مرة من المرات كان يروح ينام بمكان بعيد يعني البل بالصيف يعني يعني بالليل ما يقدر ينام بالبيت لما يضطر مثلا ما يكون بعيد أو كذا يروح ينام بجنب البيت يفرش له فراش لأنه ملاحق يعني وكانت غالبا الدوريات تجي بالليلين فمع واحدة من الدوريات تشاكل تركي تضربوا طبعا تضربوا بالأيدي يعني باليدين يعني وتركي ضربوا واحد من الأمن ضربوا بوكس وطبعا أخذ باروته باروت الأنصر الأمن وهرب هاي المرة الأخيرة بعد هاي الحادثة تركي خلاص يعني صار أمره الأمن بدي يجيبه وصلت الأوامر والكذا أنه هذا الشخص تجيبونه شلو ما كان تركي تعرفون بهاي الحالة يعني نهزم يوم يومين ثلاثة أربعة وبعدين فقالوا له أهلو طبعا رجع البارودة يعني رجع البارودة لعنصر الأمن ولكن هو أخذها خاف أنه يقتلوا بها عنصر الأمن لأنه ضربوا بوكس على سنونه وتعرفون يعني ممكن يضرب عليه بل بارودة المهم رجع البارودة وقالوا له أهلو أنت بهذا الوضع هيجد ما يمشى حالك يا أما تسلم حالك والعاقبة رح تكون وخيمة لا شك يعني بالنسبة لهذه السالفة اللي سويتها آخر شي يعني مع عنصر الأمن ومضربت عنصر الأمن وأخذت بارودته وقبل أنت مسوي كذا مشكلين طيب شلون الحل الرأي؟ قالوا في محمد محمد يصير ابن عم تركي ولكن هو موجود بمدينة ثانية والمدينة هاي ساحلية مطلة على البحر قالوا وروح على محمد شهر ولا شهرين ثلاثة وممكن تنحل الأمور يعني بهذه الفترة ما تعرف بين ليلة وليلة فرج فعلا جاء الحاله تركي هو مشه مشه الحاله خلع عيلته وابنه علاوي وبناته وزوجته عند أهله موجودة وراح تركي شهر ولا شهرين ثلاثة قاعد عند ولد عمه ومحمد محمد يشتغل شنو يشتغل بمجال الصيد يعني بعدين محمد قال لتركي اش رأيك تنزل معايا ونشتغل بالصيد الصيد البحري يعني سماكي يعني يقال له ما بمشكلة وبعدين أنت سالفتك مطولة يعني سالفتك يعني لهي يوم ولاهي ليل ما تعرف شي يصير معاك انزل معاي ونشتغل وفعلا كانت في رغبة عند تركي انه يشتغل يقول بعد فترة معينة يعني استحب للوضع تركي بهاية المدينة يعني يشتغل وميسور الحال حس انه في شيء افضل يعني فقال لمحمد أنا بدي اوصي على عيلتي شرائكي قال له ما بي مشكلة بس لازم تأمن سكن اول شيء قال له تمام اذا أمننا سكن اوصي على عيلتي وتجي وتروح لها يعني انضلنا سنة سنتين وبعدين نرجع على ديارنا وتكون الموضوع يان نسى يان حل او نلاقي له حل يعني ندفع فلوس ندفع كذا تنحل الأمور ان شاء الله قال له خير ان شاء الله بغرفتين كانوا يستخدمونهم صيادة سابقا وراحوا يعني قال له بدك تدور على أصحاب هذن الغرفتين البحر صايرات يعني ما بي هي عبارة عن غابات وكذا ما في مدينة على البحر هم مو وجودين في مدينة يعني بريف يعني فعلا سألوا عن صاحب هالغرفتين هذن راح علي تركي قال له والله عندي عيلتي وكذا صاير زاد حواليه سجر وبستان وكذا وقال له واني ما أجركي يا اي جار هذا راع البيت واني أريد حدا يقعد به يعني يسقي هالشجار كذا قال له والله إن شاء الله يعني أعتبره مثل حلالي يعني الله شوي شوي سبحانه وتعالى يسرها أو فتحها بوجه تركي كانت هذا البيت أنه انطايا هي شد عطا يعني بمثابة إشارة أنه يا تركي أنت هنا في إلك رزقة أو كذا تفائل أكثر فعلا تركي وصع على أهله وبناته وكذا وأخذهم على هاي المدينة اللي صار على البحر قعدوا غادي طبعا الجو مختلف بين الصحراء وبين البحر والجبال والغابات والكذا شعره يعني كل العائلة كانت مرتاحة أكثر والتقط نلتم شمل العائلة وكذا المهم يا جماعة محمد قرر أنه يرجع يعني يرجع على الدهرة قالوا أنا والله خلاص يعني مضالي شار لي أربع خمس سنين هنا وحوشت لي مبلغا زين وكذا وأروح على أهلي بل كي ألقي لي بنت حلال أتزوجها كذا قالوا ما في مشكلة قالوا ما في مشكلة توكل على الله وروحي تركض الغادي هو وابنه علاوي واشتروا الزورق اللي كان يصيد بيه محمد وعدة الصيد كاملة الشباك وما شباك وكذا تعرفون عدة الصيد فعلا اشتروها وراح محمد وظلوا هما يشتغلوا سبحان الله يا جماعة ما يعني الصيد ابنه مسكره بوجه تركي يعني يوم ينزل على الصيد مو مثل لما كان محمد موجود يعني هل هو عامل مثلا رزق لا شك رزق يعني ولكن هل أنه خبرة محمد كانت بس صيد أكثر أو هاي المهم يعني وين ما يزدتون هالشباك تركي كان في تركي صيد لحاله بعدين قال ابنه علاوي صار عمره تقريبا شي 14 سنة قال له يا علاوي تطلع معي بل شي النوئي مثل ما يقول مثل بل شي بحفظك بل شي بوجهك الله يفتحها بوجهنا يعني وفعلا طلع علاوي معه يصيدون يعني شي يكفيهم أكل وبعض يعني ما أخذ هاك الزود مو مثل الصيد مو مثل قبل قال تركي خلينا نبدل مكاننا يعني مكاننا هذا كانه رغم أنه لما كان محمد كنا نصيد ولا صيد ما شاء الله يعني شثير طبعا حجة مع محمد عن طريق الهاتف قال له خبرة بدك خبرة يعني معاك معاك أنا أول ما نزلت ما صدت وتوكل على الله وإن شاء الله يعني ما بحر يعني هذا وبدأ يشتغل تركي على هالحالة يعني أمه يجيب يعني أكل البيت أمه ما يجيبه زادي بدأت الأمور تتردأ أكثر وأكثر فكانوا يتنقلون من مكان المكان من مكان المكان يعني وصلون مسافة تقريبا خمسة كيلو ستة كيلو متر عن البيت اللي قاعدين به تركي وحيلته بهالبحر يغمجون ليه جوه يروحون يلتفون من ورها الغابات يدورون على أماكن يكون فيها الصيد أكثر فلهم يفردون الشبك يفردون حسب ما يقول طبعا علاوي راوى السالفة علي حسب ما يقول علي لو نفرد الشبك يعني شبكة مثلا خمسين متر ميت متر طولها يقول نحس أنه بطرفها من الجهة الثانية أنه علق بها سمك أو شي أو كذا فالروح نسبح أو تلتف الشبكة فالروح ينزل أبو يسبح ينزل يعني يفرد الشبكة أو يرطب أمور الشغل وإذا كان في سمك معلق يحط يفرد الشبكة ينزع السمكة ويحطها بكيس رابطه على شتف وعلى ظهره ويحط السمك به وهو جاي باتجاه الشخطور الزورق اللي يصيدون عليه طبعا بهذه اللحظة تركي يدحق على الزورق ما شاف ابنه علي علي مو موجود فخف ورل من جهة الزورق الثانية يشوف مشابط بمي يعني شابط شنو السالفة السالفة انو تركي علاوي نازل من ورل الشخطور نازل على المي علاوي عارف يسبح طبيعي سباح يعني ما بمشكلة بس تركي يقول اشوف بس هذا الشخص كأنما غرق يعني كأنه مو غرقان يعني تعرفون الغرقان يشابط وطال عدين وكذا وينفذ بالمي ورمه تجيس يقول وقمت أسبح بسرعة يعني يشوف ينقذ ابنه يعني قال المهم يعني تعنفت طلعت على الزورق طلعت ويش شربان مي شوي من مي البحر يعني شطحت يقول الآن يا جماعة مصدوم مصدوم أنه شنو صار العلاوي يعني شصار معايا علاوي شي يقول يقول أنا وقفت وأشوف أبوي قاعد يسبح واقفان يقول مثل الدكة للزورق يعني يقول وقفت عليها وأدحق على أبوي قاعد أشوف أبوي قاعد يطالع بالسمك طبيعي ما في شي قال ما حسيت يا جماعة اللي برمت الدنيا يعني يعني هذا مثل يصير دوار البحر مع الإنسان دارت الدنيا يقول ما أعرف ما أدري أنا بالمي يقول أريد أعرف حالي أنه مثل الأغمى علي ما يعرف دوار البحر حلاوي مسكين ما يعرف هاي شي قمت قطمست أول شي بعدين قلت رديت رجعت المهم يقول يجيب لي أبوي هاي شبيك كذا يقول هذا صار معي برمت حسية الدنيا برمت بي قال هذا دوار بحر بس أنا ناسي أقول لك أنه أنتبه أنه تكون بنص البحر و أنتبه يصير معاك دوخة وترتم المهم يقول الحمد الله يعني لاوي ما صار شي بعدها قمت طبيعي كذا شربت مي كذا أدحق على أيدي ولا الساعة مو موجودة يقول هذا الساعة يا جماعة إيش قد غالي على أبوي يعني يعني يقول من جينا الصبح أنا أخذت الساعة من أبوي يقول ظل ألبسها أحب الساعة هاي وأبوي قال لي ما أعطك إياها يعني الساعة غالي علي حيل لا تحلم بيها الساعة أوميغا مالك أوميغا ما أخذها من زمان مشتريها تركي وغالي علي جدا صار لها زمن معايا يقول شلون أقول لأبوي أنه ترى أنا طلعت والساعة ترميه بيدي يوم التغرق الساعة ترميه بيدي يقول للمهم شوي شوي طالعنا السمك وكذا صار هت الدنيا غياب قال قلت يا أبا قال لي ها قلت له والله الساعة راحت قال لي عمر الساعة يا رجل عمرها خلها يتولي المهم أنه أنت طلعت سالم خانم وهذا هو قال له لأ تنحدد المكان قال لي أنزل أجيب قال له خلاص أنا يحافظ المكان بس يجوز غميج جثير المهم يقول رجعنا على البيت وكذا وهي شذ وسولفنا السالف الأمي وأمي الجنة وكذا وهي شذ وانتبه لحالك يا ابني وكذا ونسول في العين قال ثاني يوم جينا زال نتصيد احنا عرفنا المكان اللي ارتمت بالضبط اللي ارتمت 100 ساعة نعرفه بس يقول مباشرين عمل صيد فعلا يقول يوم الجمعة احنا نوقف ما نتصيد بيوم الجمعة فبعد الصلاة الجمعة وكذا قلت له امو اش رايك الروح ونشوف نقيس المسافة اقل شي نقيس المسافة نصبرها كم متر الغمج وفعلا يقول رحنا يقول اغطس عاني اغطس اغطس انزل 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 ما بي يعني بعد 4-5 متر يقول صير ظلام يعني انزل انزل احاول ما ما بي ما بي اغطس ويغطس ابوي يحاول قال هذه بكرة نجيب ثقالة طبعا يقول اني عندي دافع سبحان الله يعني الله قدر يعني ولكن يقول اني عندي دافع قوي وابوي عنده دافع مشان هالسا نحاول نطالح يعني صارت مثل التحدي فيقول نغيب يوم ثلاثة نصيد ويوم مثلا نجي نجيب ثقالة نربطها صخرة مثلا نربطها وتنزل بسرعة انت وياها يعني مثل المغامرات يسوون تنزل انت وياها بسرعة يقول الروح عم 10 متار ما بشي يعني المسافة العشر متار بدها غواص محترفين هينزلها من دون أكسجين وكذلك قال ما بي قال نربطها ونرد نرجع جبنا مثلا المرساء يعني المهم يقول يا جماعة بليل بيوم جمعة احنا جينا وصفينا وجايبين المرساء ونزلناها ثقالة يعني قلنا ننزل معا حبل المرساء بسرعة سحب 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 إلى ما أصل للقيش للأرض يعني ما وصلنا فعلا يقول ولا جايتنا دورية زورق يعني شي سوون انتهين قال قلنا لهم والله احنا انت صيد لوين عرفت انه انت تصيد بس شي سوون يعني ما شوف عدكم عدة مو طبيعية وكذا وهي شذا قال قلنا لهم والله احنا بصراحة يعني وقعت لنا ساعة ساعة بل المي هنا وقاعد نحاول نطالع قالوا وين تطالعون شي تطالعون المسافة 14 متر ونص العمق هنا به المكان هذا يعني وين شي تطالعون صعب يعني المهم صعب مو صعب قلنا لهم تاني شوف شنون يعني قالوا خير ومش المهم قال حددون العمق يعني والله نزل أبوي يقول أنا وصلت طبعا طلع أبوي مختلف لونه تماما يعني يقول بهاي الغطسة مختلف لونه وتشطح على ظهر بالزورق شبيك يا با شن اللي شصار معاك اختنقت كذا قال له اختنقت اي قال ايش يقشر لي يهزلي براسه هنا والد علي علاوي أبو تركي كأنه شايف شي يعني معول متعجب يعني شن السالفة قال له خلاص امشي قال والله رجحنا بس يقول آني مستغرب علاوي أبوي شبي شنو صاير معاك يعني يقول أخلل بين وين نفسي وإحنا ماشيين قاعد أجذف بل مجاذيف وحلل لنه أبوي شنو صار معاك شاف شي شاف له جن بل بحر جن كذا يقول شاف له وحش حية شغلة يعني بقلب هالمي سمكة شبيرة قرش خوف يقول أبوي مشفوط لونه قال رجحنا على البيت وقعدنا وقعد أبوي يفكر يعني يقول صارت الدنيا مساء بعد المغرب يعني قال تعال يا أبا تعرف آني شفت قال شفت يعني قال آني لقيت سفينة جوة حطام سفينة منتهي سفينة جوة جوة بمكانها أقل جوة على مسافة فعلا تقريبا 14 متر هذا تركي غطس غطسة تاريخية سفينة قال له المعنى شنو بقلب السفينة شنو بقلب السفينة طبعا مو ضال شيء من السفينة السفينة حتى يجوز خشب كانت يعني ما في أثر للسفينة بس نازل نازل على شنو يقول نزلت على بيدر يعني شبه بيدر هاي شذ مستف فوق بعض يعني تلمست تلمس 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 عبارة عن سبائك يقول قال مشيت يعني ثلاث أربع متار كلها هاي سبائك مستف فوق بعض هاي وطلعت مسكت الحبل وبلشت أطلع يعني يعني يجوز من حلاوة الموقف جوة تركي هلا هالنفس يعني شجد بده لأربعة عشر متر موسى لتنزل يعني شنو سبائك سبائك شنو قال له شنو سبائك سبائك ذهب يعني شنو سبائك هاي الموجودة يعني قال عني فكرت أنه هاي سفينة غرجانة أولي وبيها سبائك ذهب يعني ما قدرت تشيل قال ما قدرت تشيل مو وطلعت وبعدين نشوف نرجع بعدين نشوف شنو السبائك هاي على الأغلب يقول السبائك مو أكزدة حكيت يعني لما أمسكها بيدي جوعة معدن حديد يعني أو ذهب أو شغلة بس مأكزدة يعني ولون جو ظلام ما في غو تهجور شنو قال له خير إن شاء الله معناته باشر صباحي على الأوميغا قال سمينا المكان هذا الأوميغا نسبة للساعة الأوميغا قال وفعلا رجعنا قال نزلنا هالمرساء ونزل أبوي نزل نزل مرة مرتين محاولات بدها قال نزلت أنا ظليت أسحب أسحب قلت حتى لو أموت بدي أوصل قال نزلت أو جماعة ضربت أيدي بل يعني شيء مسدف فوق بعضه سباك وكثير يعني يعني ما تقدر تشوفها بس كثيرة يعني تمشي معاها ما تخلص سباك مسدف بجنب بعضها يقول الشيلة السبيكة تشيلها يعني الإنسان يقدر يشيلها بس ما يقدر يطلح بيها يصعد بيها يقول بس أشيلها تقريبا شيء متر وأتركها وبالديم خلاص رح أموت يعني أختنق أو نطلع ها شفت أبوي ما أقدر بهذا اليوم يوصل للمكان اللي يوصل له باليوم السابق بس يقول أنا وصلت من قد ما صار عندي فضول وشاخ وفعلا شفت يا علاوي قال شفت الشفت قال سباك مثل ما قلت تماما المكان كأنه سفينة غرقانة أو حمولة كابينها أولي يعني حروب أولي قديمة الله وعلم منين جاي الكنز هذا الذهب هذا منين جاي يقول السبيكة تماما شكل سبيك الذهب تماما يعني ما احنا ما شفنا اللون ولا شفنا شيء ولا كذا ولا هاي بس ما بيألا سباك الذهب بهالشكل هذا شنون نسويه قال رجعنا على البيت وبدأنا نفكر جهاز غوص جهاز الغوص غالي قول ما نقدر غالي هي بدها جهاز غوص وتنزل بس جهاز الغوص ما نقدر عليه غالي قال ما سألنا علي نعرفه غالي ما احنا حول ولا نقدر علي علاوي علاوي وترك يعني بسط فقر يعني ما عندهم مساكن شيء ونقول نسؤرف باحنا والعيلة هذا باتري يطلع ذهب وهذا وقال نحلم قبل ما نشوف شنا تسال في الحل قال بي تبع السيارة ينفخ هو كومبريسر يعني ينفخ هو ويشتغل على البطارية قال معناته هذا ش نسوي به يعني على قد امكانياتهم هم يشتغلون هذا نجيب له بطارية ونشغله ونسوي له بايب او صند او كذا و لما ينزل الواحد هالمسافة يسحب هو شوي صح مو اكسجين هو عادي بس يعني يساعد شوي قال هاي الفكرة عجبتنا فعلا قال نزلنا ثاني يوم الكمبريسور موجود يعني محمول يدوي يعني و جبنا له صند وجبنا له مطارية وطلعنا قال فعلا صند خليناها طولها شي 17-18 متر وربطناها على الكمبريسور وحطيناها وقفنا وقفنا فوق المكان بدنا بطي قال ونزلنا المرسا نزلنا المرسا هالمرة بحبل وسوينا له عقد عجدات يعني كل نص متر يسوي له عجدة مشان تقدر تسحب بسرعة تطلع من ينزل قال تركي انت حلاوي انت تنزل نفس الشب اكثر من انت تنزلاني ما اقدري قال تمام قال والله ربطنا الصند البورية وحطيتها على اسمي هاي تنفخ هوا دائما قال ونزلت الكمبريسور والبطارية موجودة بزورق فوق بس انزل البايب هذا معايا وينفخ هوا قال نزلت متر متر ثلاثة سحبت هوا وظلت سويت له مثلة التجربة طلعت قال ابوي ها شنون الوضع قال قلت له تمام يعني صار عندك هوا جو وانت جو يصير عندك هوا ما هو هوا نظيف بس يعني يساعد قال له يلا توكل على انزل قال له انزل واني اسهل لك وفعلا هو ينزل ويسهل له ونازل يسحب يسحب قال وصلت على السبايك يا جماعة امسوي مثل القشاط فتكم بالحتي قال بس ايش احزم السبيكة اشدها على خصري واصحب اصحب ايش مثل التلبيسة لبستها بجراب مثل الجراب قال حطيت السبيكة وطلعت يعني شعور يقول شيء مو طبيعي قال وطلعت طبعا ثقيل بس عندي هوا كل ما بدي اسحب هوا اسحب هوا قال واطلع اطلع سحبت 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 قال تناوش ني ابوي هاجبت قال جبت قلت له تناوش السبيكة قال ويتناوش هابوي اني لقاح بالش خطورة اطلع يا علاوي طلع علاوي طفل بطارية طفل هاي وين عالبيت قال السبيكة مأكسدة صايرة خضرة وزن السبيكة عشر كيلو عشر كيلوات وزن السبيكة الوحدة قال شنون شنسوي خضرة مبين عليها مأكسدة ممبين المعدن شنو وين قال والله بلش أبوي طلع السجين وبدأ يحق على السبيكة يحق 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 ولا يا جماعة المنظر حلو منظر العمر هذا طبعا هما يعتقدون أنه ذهب هي ما هي ذهب السبيكة حق ولا أصفر أصفر معناته إيش ذهب هي شفك روي الحمد لله الشكر لله كذا قال شي فرحة مطبيعية أقلب من الجهة الثانية الحك من الجهة الثانية ذهب منين ما حقيت السبيكة ذهب يقول يا جماعة شعور صفين هالشخ أكيد هذا السباك جاب وسبيك وذهب قال رميناها بالهاي شا تسوي بها طبعا تهلهل البنواطي هلهل هل كذا طول بات شن نتأكد قال على الظو مزبوط يوم سلطنا وجبنا شنو أسيد حطيناها بالأسيد ذوبناها يعني قال طلعت طلع اللون الأصفر الطبيعي وكذا جينا شفنا قال هاي مي ذهبي طبعا كل الأحوال الحمد لله كل الأحوال الحمد لله لأنه الكمية هائلة مهولة يعني يعني تطلع أي معدن تعادل ثروة يعني هذا نحاس طلع نحاس نحاس أحمر بقين واضح نحاس أحمر الذهب شيء ونحاس شيء ثاني قال أخذنا قطعة بسيطة وأخذناها على شخص قلنا له أدنا هذا الذهب شوفوا نياه دحد عليه قال هذا نحاس مذهبي أخذناها على شخص خبير يعرف قال هذا نحاس أحمر نقي قلنا زين سألونا يا جماع بيش كيلو ونحاس سألوا توركي وألاوي سألوا إن كيلو ونحاس تقريبا بما يعادل حسب نقاوته من دولارين لدولارين ونص قال ورجعنا هالبيت طبعا قال مو ذهب هو بس إحنا فرحانين لأن الكمية هائلة كنز كنز بمعنى الكلمة قال شقد تقدر قال شنو أقدر شقدر لك هاي مستف باخر يجوز كلها نحاس كلها هاي بدنا نطالعها نطالعها قال وتوكل نطالعها يلا قال فعلا نبدأ بيها قال ننزل من نفس العملية اللاولي اللي طالع ينزل ننزل من الصبح الفجر إلى العصر نحمل قال الشيلي الشخطورة 200 250 يعني بين 20 25 قطعة سبيكة ونجيب ونجيب وحط هنو به البيت قال حفرنا لها المكان وحطينا به البيت حفر به البستان قال وظلينا ننقل 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 ظلينا على مدى أشهر طبعا يقول مشان مصاريف وكذا وهاي يعني نبيعه مثلا 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو أمورنا الحمد لله بخير بس قال لهذا التاجر قال لهذا طبعا شنو المكتوب على السبيكة مو مادئين أو كذا مكتوب عليها باريس يعني هالسبيكة يا أخوان طولها يمكن 50 سانتي وعرضها 10 سانتي مكتوب عليها باريس أو أكثر من كتابة بس كلمة باريس يعني فرنسية قالوا من اليمين من اليسار من كل زواياها مكتوب باريس ونحاس أحمر نقي قال ياخذوا مننا تقريبا عدناها بما يعادل دولارين ونص دولارين ونص الكمية اللي طالعوها طبعا كبروا الزوراق وكذا سووا شغلات أكثر جابوا جهاز غوص وإلى آخره بس نحن نحن ندخل بهاي التفاصيل والكليات قال بدأنا ننقل 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 تقريبا ما خلينا شي نهائيا الكمية يقول نقدرها السبائك ما هي متوازنة يعني الأغلبية 10 كيلو بس في منها ثمانية في منها تسعة مقسمة الكمية اللي طالعوها تركي وعلاوي بين 370 إلى 400 طن إنحاس طبعا هم باعوها للتاجر هذا على إنهم الكمية شكرا 370 طن وحسب يعني المبلغ كامل بما يعادل 700 ألف دولار فعلا كنز يعني فعلا كنز قال شنو نسوي سوينا شنها العائلة ورجعنا يعني مشان مشكلة التهريب يقول ضبطت أموري ومش حاليا شنو سوى تركي حتى محمد يعني ابن حمه حسب له سهم بهذا الكنز اللي لقاه وسوى يعني خلونا نقول محمد كل شي كان بنفسه سوى من الآخر يعني كل شي يخطر بباله أقدر عليه وسواه بإذن الله يعني ف يعني شلون أخواني سبحان الله شوفوا بالمشكلة بالبداية تركي مشان يضرب هذا بالأمن تهيروح على مكان مدينة ساحلية وهو بدوي يعني مو متعود على هاي الأجواء والمصاعب اللي واجهته وبالبداية شلون يعني لأنه صبر لما كان يطلع وما بيصيد وكذا وصبر صبر صبر يعني بنفس المكان هذا تقع الساعة ينشغلون يظل ينزلون الله سبحانه وتعالى يقودك الرزقك يعني تريد ما تريد بدوا يعطيك رزقتك شلو ما كان لو كل الدنيا تيجي توقف بوجهك بأله سبحانه وتعالى كاتبك هاي الرزقة لا شك إنك بدك تصل عليها طبعا أخواني إن شاء الله تكون سالفتنا اليوم عجبتكم أو نالت على أرضاكم استحسانكم أخواني وخواتي اللايك والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة